الله الرحمن الرحيم طوائه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل من من خلق الأرض والسماوات العنار الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له نسماء حسما وهلتاك حديث موسى إذرى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لوجد على النار هدى فلما أتاها نوذي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع بما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكرد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يرصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصري أتوكع عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها معارم أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سينتها مولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء لآية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طوا قال رب اشرحي وصدري ويسر لي أمري واحلو عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في عمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد انتيت سدلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليمم فليلقي اليمم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل دلكم على من يكفره فرجعناك إلى أمك كي تقر علمها ولا تحزن وقتلت لبسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطرعتك لنفسي إذ همه أنت وأخوك بالآياتي ولا تنها في ذكري إذ همه إلى فرعون إنهم طغى فقولا له قولا ليلا فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذلهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد ووحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما باب ننطرون نولا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم أرض مهادا وسلك لكم فينا سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شجا كنوا ورعوا العامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وعبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنا تينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعد كل يوم السينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوة قالوا إن هذا لنا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال من ألقوا فإذا أحمالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس بنفسه خيفة موسى قلنا لا تخف منك أن تبع وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فأنتي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها ورون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافين ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما عن تقاب فقض ما عن تقاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفرانا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياتهم من قد عمل الصالحات فأولا عكره الدرجات العلا جنات عدم تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليوم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إصراعي لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور ووعدناكم جانب الطور ليبنا ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات من رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبه ومن يحلق عليه غضبه فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وعامن وعمل صالحا ثم اهتذا وما أعجرك عن قومك يا موسى قال هؤلاء على أثري وعجنت إليك رب ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان عسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعده قالوا ما أخلفنا موعدك الملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقلفناها فكذلك ألقى السامري فأخرجهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فلس أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نذرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ برحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطفك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من ثل الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا بساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظنت عليه عاكفا فلنحرقنه ثم لننسفنه في الأمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباع ما قد سبقا وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزر الخالدين فين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم يوم ينفخ في الصور ونحفر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنثلهم طريقة إن لبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فينرها وقاعا صفصفا لا ترى فيها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئين يتبعون الداعي لا أمتا وخشعة أصوات وخشعة أصوات الرحمن فلما تسمع لله همسا يوم إذن لا ترفع الشفاعة إلا منذن له الرحمن ورضي لهم قولا يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاذ من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآن عربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتخون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله ملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي انقضى إليك وحي وقل رب زدني علما وقد عهدنا إلى آدم من قبل خلسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا وللملاعكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزودك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تغمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلت منها فبدت لهما سوعاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغويا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشفى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت مصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزيب نصرة ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اختها شد وأبعقا فلم يهدي لهم كمهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لعلم منها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لذانا وعجل مسمنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك ترضى ولا تمزن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم ذهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وعبقا ومعهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينتنا في الصحف دولا ولولنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذى قل كل متربص فتربصوا فتتعلمون من أصحاب السراط السوي ومن اهتدى شكرا شكرا شكرا